سالت إيران اليوم إلى مجلس الأمن الدولي وقولها بأن العراق لم يتعاون إقليم كردستان لم يتعاون وعلى هذا الأساس نحن سندافع عن مصالحنا وأمننا القومي هل ترى بأن هذا بلاغاً للجميع وللمجتمع الدولي بأننا سنتقدم برياً؟ خلاص انتهت إيران أبلغت الجميع الآن؟ نعم لأنه قلت قبل قليل أنه هي أعطت المبررات الأساسية في الشكوى تقول سنعمل يعني لم تنتظر قراراً من مجلس الأمن أو قراراً دولياً أو إقليمياً من دول متحالفة معها هي تسعى إلى فرض الأمر الواقع على العراق وعلى الدول المحيطة بالعراق والدول التي تتمتع بعلاقات مع العراق سياسية أو دبلوماسية هنا هذا الأمور يحقق إشكالاً لماذا؟ لأنه ننظر إلى النظام الإيراني كنظام حليف للحكومة العراقية وهو يدعي مساندته إلى حقوق الشعب العراقي ويدعي أنه يعمل على استقرار أمن البلد ويدعي من العملية السياسية في العراق والحكومات التي تلت الاحتلال هذه الشكوى كشفت كثير من المعايير وعطت صورة حقيقية للنظام الإيراني أنه لا يسعى إلى علاقات وطيدة وعلاقات متجانسة مع الدول وإنما يسعى إلى فرض إرادته وقوته بالقوة العسكرية تحقيقاً لمآربه وأهدافه ومشروعه السياسي والأمني في المنطقة العربية والشرط الأوسط ترجمة نانسي قنقر